أنتم الآن في نشرة الموجز أعلنت الأغلبية الحكومية تارشيح سيد محمد دولد راشد عن الحزب لاستقلال رئاسة مجلس المستشارين خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية وجاء ذلك بعدما كان من المتوقع أن يستمر النعم ميار في هذا المنصب حيث كان اسمه مطروحا بقوة ووفقا لبلاغ مقتضب صادر عن الأغلبية فقد تم اتخاذ هذا القرار بناء على الفصل 63 من الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب بالإضافة إلى رؤساء لجانة دائمة في مستهل فترة نيابية وعند منتصف الولاية التشريعية أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عن استمرار الحراكة التضامنية الشعبية الواسع مع القضية الفلسطينية منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في السابع أكتوبر 2023 وشهدت مدن وقرى المغرب خلال هذا العام تنظيم 5830 مسيرة تضامنية حيث عمت مختلف مناطق البلاد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وقالت الهيئة أن هذه الوقفات والمسيرة تأتي السنكارا للجرائم الوحشية المرتكبة من قبل الاحتلال الصيوني في غزة والضفة وباقي مدن فلسطين وتعبيرا عن الغضب الشعبي من الصمت الدولي والعربي تجاه الممارسة الدموية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى رفض التطبيع مع الكيانة الإسرائيلية وأكدت الهيئة أن هذه الفعاليات لم تقتصر فقط على المسيرات بل شملت أيضا أشكالا تضامنية متنوعة مثل المواكب الندوات المهرجانات والسلاسل البشرية حيث استمر الشعب المغربي في إظهار دعمه للقضية الفلسطينية طيلة 52 أسبوعا متتالية مشيرة إلى أن الفعاليات مستمرة حتى اليوم في ظل استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين أصدرت المحكمة الاقتدائية بابن جريل أمس الخميس أحكامها في حق عائلة ياسين الشبلية الذي كان قد توفي في مركز الشرطة بمدينة بن جريل واجأ في بلغ للعائلة أنه بعد مرور أكثر من عامين على وفاة برهم ياسين الشبلي تحت التعذيف في مغفر الشرطة تم الحكم على أفراد العائلة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة تتراوح بين شهر وأربعة أشهر لكل فرد بالإضافة إلى فرد غارة ممالية لم يتم الإعلان عن مقدارها خلال جلسة المحكمة ووصفت الحكم بالخط والمؤلمة في مصار طوي المليء بالإحباطات مؤكدة مواصلة المطالبة بتحقيق العدالة الحقيقية لأسهم الذي قتل بوحشية ومحاسبة مسؤولين عن الجريمة وتبع المعنيون بالأمر بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بشرفهم الاحترام الواجب لسلطتهم وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف حقهم وغيرها من التهم أفدت المندوبية السامية لتخطيطنا نسبة 86.8% من المغاربة عبروا عن رفضهم فكرة المساواة بين الرجال والنساء في الإرث وقالتنا هذا الرفض واضحا في المناطق الحضرية 89.2% مقارنة بالمناطق القروية 82.8% وأكدت في ذات التقرير بأن الرجال أظهروا معارضة أكبر لهذه الفكرة من خلال رفض 92.3% منهم بشكل قاطع هذا الإصلاح وأوضحت في المقابل أنه رغم كون النساء هن المستفيدات الرئيسيات من هذا الإصلاح فإن حوالي 81.4% منهن تقاسمنا هذا الرفض مع الرجل وعبرنا عن معارضتهن فكرة الاستفادة من حساس متساوية في المراث ويحتدم النقاش بين التيارات الليبرالية واليسارية من جهة والإسلامية والمحافظة حول تعديلات الواجب تضمنها لمسودة مدونة الأسرة وخاصة فيما يتعلق بموضوع إقرار المساواة في الإرث وما رفقه من تجاذب إيديولوجي حاد بين مؤيد ومعارض للتوصل بجديد الأخبار تابعونا على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي